نابتنا احمد نفس الامر السورة شو بتاعي ازاي؟ يعني طبعا انا هاخد من كلام كابتنا عبد الحميد وكلامك وعاوز اوجه الشكر طبعا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ومعالي المستشار تورك آلي شيخ على الاستضافة على التنظيم الرائع المبهر والاخراج اللي طلع لنا بالسورة الحلوة دي احنا كجماهير وكشعب مصري وناخد من كده ان احنا نعرف فعلا قدرنا وحجم الدولة المصرية وحجم الرياضة المصرية متمثلة في قرة القدم وحجم النادي الاهلي ونادي الزمالك وجماهيرهم اللي هما خلوا الدول العربية كلها تتصابق علشان تعمل مهرجانات مباريات بين الاهلي والزمالك فدي بقت سلعة كبيرة نقدر نستسمرها على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الرياضي فالنهار ده حاجة مشارفة جدا لنا كمصريين نشكر كل الاجهزة الفنية زي ما قال لكابت عميبا سيونيس هو النادي الاهلي ونادي الزمالك اللعيبة الجمهير على الروح الراضية اللي كانت موجودة النهار ده والإخراج الجميل والشكل الحلو اللي ظهرينه النهار ده من خلال المباراة المشهد كان حلو قوي بتاع الممر الشرفي من الاهلي طبعا قيمة كبيرة قيمة كبيرة لما كبانا كتير ما شرناش المشاهد الحلوة المشاهد المفوض طبيعية على فكرة النهار ده كمان الجمهور ما كانش فيه بينهم فواصل مع بعض يعني الروح حلوة النهار ده اليوم من أوله حلو الروح حلوة قامات كبيرة النهار ده موجودة في الملعب بيعكس مدى الترابط اللي ما بين المملكة العربية السعودية والشعب المصري وده الرسالة اللي هي وصلة النهار ده من المباراة رسالة من خارج المدرجات من خارج المباراة الرسالة الترابط الكبير ما بين الشعب المصري والشعب السعودي